قبل ما اروح لاخباري معايا واحد من اهم المدربين اللي اشتغلوا فيه القارة الافريقية واحد من اهم المدربين الفرنسيين يمكن على مدار التاريخ فليب تروسيه المدير الفن الحالي لمنتخب فيتنام السابق بقى المنتخبات المغرب كوديفوار نيجيريا جنوب افريقيا بروكينا فاسو عدى تقريبا على معظم منتخبات القارة الافريقية يا فندم مشرف ومنور سعيد جدا بتواجدك معايا على التلفزيون المصري برنامج رقم 10 مساء الخير على الجميع بداية بالتأكيد اسألك عن منتخب بيتنام اسألك كمان عن المشاركة في بطولة اسيا وبطولة اسيا شفتها ازاي هذه البطولة الاخيرة اللي فازت بيها في النهاية او فاز بيها في النهاية المنتخب القطري كما كل اربع سنوات نكتشف ان هناك تطورا كبيرا حدث في كرة القدم الاسيوية وتحديدا الفرق الصغيرة كما على سبيل المثال الاردن وفلسطين وسوريا واندونيسيا وتايلاند وتاجكستان لقد رأينا ان هذه الفرق قد انتقلت من مصاف الفرق الصغيرة الى مصاف الفرق التي يمكنها المنافسة حيث حققت تطورا كبيرا كما اكتشفنا ايضا الفرق المرشحة دائما كما كوريا الجنوبية واليابان والسعودية واستراليا رأينا ان هذه الفرق لديها مشاكل كبيرة اذا هذه الكأس الاسيوية كانت تحفلة بالكثير من المفاجئات لان قطر لم تكن مرشحا كبيرا الى الفوز بهذا اللقب ولكنها في نهاية المطاف تمكنت من الصعود قوة كبيرة في اسيا وشاهدنا انها كانت قادرة بما يكفي على احراز هذه الكأس وكما شاهدنا الكثير من الاهداف هذه البطولة والكثير من الممبرات القوية ذات المستوى العالي فنيان والكثير من المفاجئات في ظروف لعب كانت تساعد كثيرا على التألق والاداء حيث ان قطر كما عادتها وكما عادتنا دائما على التنظيم الرائع والجيد والملاعب الجيدة والتغطية الاعلامية الممتازة قطر قدمت حقيقة الامر بطولة نموذجية واستحقت ايضا فنيان الفوز باللقب هل في نفس التوقيت كان هناك بطولة كأس الامم الافريقية هل تبعت بعض المباراتة وانت واحد من اشهر المدربين اللي دربوا في القرى الافريقية وتعليعك على فوز كودفوار بالبطولة نعم بالتأكيد الكأس الافريقية كانت في نفس اللحظة التي اكمت فيها الامم الافريقية وانا بما اني كنت مدربا للكوتفوار والمغرب وغنوب افريقيا ونيجيريا وبركينا فاسو كان علي ان اتابع اداء هذه الفرق الافريقية اذا لقد شاهدت هذه البطولة الافريقية التي كانت حفلة ايضا بالكثير من المفاجآت على مستوى الفرق المرشحة لقد شاهدنا الجزائر وتونس قد خرقتها والكاميرون ايضا خرقت مبكرا ثم شاهدنا المغرب والسنغال ايضا خرقتها من مباريات الاقصائية اذا هذه الكأس الافريقي ايضا كانت حفلة بالكثير من المفاجآت وشاهدنا مسيرة استثنائية للكوتيفور شاهدنا شيئا مستحيلا ولكن اثبتت ان في كرة القدم كل شيء ممكن الكوتيفور التي التي هي البلد المنظم بدأت البطولة بشكل معقد جدا ثم انها عادت اليها الطاقة والقوة مرة اخرى لكي تسير في هذه البطولة وتصعد الى النهائي وتحرز اللقب على حساب نيجيريا اذا لقد اعطت الكوتيفور صورة عظيمة عن الكرة الافريقية بشكل عام في هذه النسخة موسيقى موسيقى